دار الملكة إليزابيث قراراً بمنع الزي العسكري منعت الأفراد العائلة الملكة من ارتداء الزي العسكري وهو معلوم أن معظم أفراد العائلة الملكة عسكريين سبب هذا القرار نعم هذا قرار اتخذته الملكة كحل وسط لأن هناك مشكلة كما تعلمين أن الأمير هاري هو كان لديه رتب عسكري ومليات عسكرية بالفعل وهو تخلى عن كل هذا وتخلى عن هذه الألقاب الآن عاد مرة أخرى كأحد أفراد العائلة لكن بدون ألقاب وهذه ربما ستجد في الصورة أن الأمير هاري لن يقف بجانب الأمير وليام بل بينهما شخص آخر وهو الأخ غير الشقيق وهو فيليبس أيضا وهو قريب غير ليس لديه أي سلطات ملكية لكنه ابن الأمير الآن ستجد في الصورة بينهما ولحل هذه المشكلة لأن الأمير وليام لديه رتب عسكرية الأمير تشارلز أمير ويلز وولي العهد أيضا لديه رتب عسكرية ومعظم العائلة المالكة من الرجال لديهم رتب عسكرية ومن ثم كانت هذه معضلة الأمير هاري الذي حضر بالفعل لكنه لن يستطيع ابتداء الزيال العسكري بالطبعات الحال لذا كان هذا قرار المالكة الإليزابيس دعيني أذكر أيضا أن الأمير فيليب ربما كان دائما هو الأب الذي يستطيع حل المشاكل الداخلية بالنسبة لعائلة المالكة التي تصدعت كثيرا في الآونة الأخيرة منذ زواج الأمير هاري عام 2018 هنا في هذه القلعة وبعد ذلك بعدما حدث انشقاق وشقاق ما بين الأخين وليام وهاري لم يتحدث مع بعض البعض الأمير فيليب هو دائما من يصلح هذه المشاكل الآن ليس هناك الكبير العائلة كما كان يصق عليه أو خادم الأمة كما يحب البريطانيين أن يسبب ليس موجودا الآن وكبير وقصد ما هو هذه الزيارة الأولى للأمير هاري عودة إلى بريطانيا منذ اللقاء الشهير الذي أجرى في الولايات المتحدة الأمريكية هو زوجته على وسائل العلام الأمريكية ومن تم هذا حالك أن تطلعنا أيضا عمر على المراسم التي سيتم اتباعها في هذه الجنازة بدخول عربات من نوع معين تحمل الأنوات العسكرية التي حصل عليها الأمير فيليب طوال حياته نعم دعيني أحاول أشاهد الصورة معك أولا تم نقل الجثمان من داخل كنيسة ووضع هذا الجثمان على نعطيه على خيارة لاندروفر ما قام بذلك هو عدد من مسجد البحرية ومشاركة نحو حوالي 760 فرضا من 17 المسجد المختلفة في هذه الجنازة نعم نتابع الآن عمر عبر الصورة بالفعل خروج جثمان النعشة الذي يحمل جثمان الأمير فيليب من داخل الكنيسة تمهيدا لإجراء الصلوات عليه قبل دفنه في نفس المكان وهو قلعة وينسور حيث توفي الأمير فيليب نعم وبالفعل كما سنرى هذا الحرس الخاص سيبدأ بالنقل النعش من الكنيسة الصغيرة أو التشابل الصغير من الداخل وهذا النعش كما نرى في الصورة سيتم نقله من قبل عدد من مشاركة البحرية تقديرا لدور هذا الرجل هذا الأمير الذي كان قائدا بحريا بالفعل كما نرى العلم الذي ذكرته يحمل جميع ما يميز الأمير فيليب الألوان المختلفة ستجدين اللون الخاص بدوق أدنبرا وهو بألوان أدنبرا اسكتلندا واللون الخاص بالعلم اليوناني وهذه الألوان أو السود الثلاثة الخاصة بالعائلة المالكة والأمالكة إليزابيث اللون الأصفر والأصدق خاص بالمالكة إليزابيث الثانية ومن ثم بعد ذلك سنرى ألوان العلم الخاص بالعائلة اليونانية المالكة ثم يخرج هذا النعش سيتم وضعه على السيارة الخاصة بالنعش وهي السيارة لندروفر التي بالفعل الأمير فيليب هو شخصيا كان مصمما لهذه السيارة بنفسه وتم وضع كل الأشياء اللازمة من أجل حمل النعش من ثم سيتحرك هذا النعش ومن خلف العدد من الأسرة المالكة ثلاثون شخصا ومن خلف هؤلاء سيكون هناك على الأقل المالكة إليزابيث الثانية في الصيارة الخاصة فيما يتعلق بالشخصيات التي تحضر هذه الجنازة من المتبع في مثل هذه الحالات حضور شخصيات دولية خصوصا أنه نعته الكثير من الأوساط والكثير من الزعماء على مستوى العالم كيف تم حل هذه المشكلة في ظل جائحة كورونا؟ هل هناك مشاركات بطريقة ما؟ نعم بالفعل المالكة هي من كان لها القرار الأخير نحن نتحدث عن من أصل 800 شخص كان يجب دعوتهم إلى 30 شخصا فقط لا ننسى أن المالكة أصررت أن يكون من ما تبقى من عائلة الأمين فيلم قادموا من الدول المختلفة وهي الأصول اليونانية وبأصولهم بالفعل شاركوا ويشاركون الآن في مراسم هذا هذا اتخذ وقتا طويلا بالفعل أنه المالكة إليزابيث والمضعية خاصة كزوجان استمروا لأكثر من 70 عاما ثم من 800 شخص مدعو إلى 30 شخص لهم أقرب وليس أقرب المباشرين الآن حدث عن الأمير أولي العهد وتوتكو والأدناء الأربعة للأمير فليب وأمير آل والأمير شارل فليب آل والتوأم الأمير إدوارد والأمير أندو ومن ثم الأحفاد وليس كلهم أولينا عمري في نشرة سابقة تحدثت عن بعض البروتوكولات المتعلقة أيضا بالعائلة المالكة فيما يتعلق بمن يمشي على أقدامه ومن يركب سيارة مدى رمزية ذلك؟ هل كانت تطلعنا على هذه التفصيلة؟ نعم كما ذكرت هذه حالة خاصة وربما لم يكن هناك فعل مراسم خاصة لأن شخصية الأمير فليب مختلفة عن بقية الشخصيات كما ذكرت لذا هذه المراسم خاصة جدا على غير المعتاد بالنسبة للمراسم الملكية المختلفة بما في ذلك السيارة لاندروفر التي لم نعدد عليها الآن تظهر وهذا بصمات الأمير فليب موجودة بالفعل على هذه الجنازة لأنه لم يكن شخصا عاديا بل كان شخصا براجماتي من أصول عسكرية تطرب عسكريا كان لديه انتماء دائم للعائلة كما نرى في الشاشة هؤلاء الذين ترجلوا هم جميعا هذه التفصيلات خاصة يتمد تولي أي من كان من العائلة الملكة لقب ملكي فعليه أن يكون هناك ترجل منذ دواجه وفاته كان كل عام مجدد الخرصية ومجدد تكتير ملات الجهادة الآن عادي التعجيلات المثيرة كانت خاصة بالإشارة الاخترافية بكورونا بايروس وكبر 19 وخلتفر أنه لا تزال محنة الإطلاق وكان هذا الجنازة أيضا الأمم المثرب نفسه لا يريد خطط أو ضد كبير حول هذه الجنازة وبالتاعة هو نجح في ذلك ورغم أنه لم يقوم هذه الجنازة الكبيرة لكن وصية لم يلقسم بها أحد لأنه سعب الآن حول هذا الخصر ربما إذا نرى حول الخصر الكثير والكثير يبقى معنا عمر نستمع الآن إلى طلقات المدفعية التي تطلق وهي 41 طلقة تكريما للأمير فالب دوق دنبرى الراحل موسيقى 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 وكما نتابع الأبرز الشخصية التي تحضر هذه الجنازة أبناء الضق الأربعة الأمير ترالز والأمير أندرو والأميرة آن وأيضا حفديه وليام وهاري وهذا هو الظهور الأول لأمير هاري في أعقاب تخليه عن كل صفاته الملكية وانتقاله للعيش خارج بريطانيا وأيضا بعد اللقاء التلفزيوني الشهير الذي أجراه ووجه فيه انتقادات للعائلة المالكة موسيقى وكما هو واضح أيضا تخلي أفراد العائلة المالكة من الرجال عن الزي العسكري الذي يتبع في مثل هذه المناسبات أن يرتدي الأفراد العائلة المالكة الزي العسكري وذلك بناء على طلب الملكة إليزابيث أو على أوامر الملكة إليزابيث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة